اشتركوا في القناة بالفترة هاي فاليوم التوقعات بتكون شوي أوسع من الأيام العادية طبعا اليوم احنا رح نحكي عن توقعات يوم الأحد 17-1 القمر موجود بالحوت لآخر يوم هو في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يمكت فيها حتى تمام ساعة 6 وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني 28 دقيقة بتوقيت الأردن فينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وهي تعتبر آخر منزلة في الخرطة الفلكية عشان تبدأ من عند برج الحمل عند الانتقال طبعا بما أن القمر موجود بالحوت فكل الأبراج بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين نتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر الرسم عيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا ثلاث زوايا فلكية اليوم منهم زاوية بطيئة أول زاوية هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة التسعة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني حداعش وأربع وثلاثين بتوقيت الأردن بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وأربعة وخمسين دقيقة مساء يعني الساعة بتزيد ساعتين على أساس يصير توقيت الأردن هذا توقيت فالساعة عشر واربعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت الأردن بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية وهاي زاوية بطيئة جدا وزاوية التربيع هاي احنا نبهنا منها من فترة هي زاوية بتيجي بين المشتري وبين أورانوس يعني هاي من الزوايا الخطرة اللي هي للزوايا السنوية احنا بنسميها فهاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت يعني بتوقيت الأردن الساعة اتناعش ونص بعد منتصف الليل فعشان هيك احنا بنذكرها بجرينج في هاي الزاوية لا تعتمدوا على الحدس يعني الفترة هاي لو لاحظتوا من ثلاث أيام أو أربع أيام بتلاقوا أن الحدس بطل يجاوب معاكو خصوصا اللي بيعتمدوا على الحدس والتحليل والأشياء هاي فبصير عندهم بعض الخربطة في هاي الفترة فعشان هي نقول لا تعتمدوا على الحدس وعلى الأفكار اللي بتتركز خصوصا حدسك في مجال عملك أو في علاقتك مع المسؤولين أو مع الزملاء لأنه رح يخذلك ويخونك الحدس في هاي الفترة بيخلق هذا الاتصال ظروف غير عادية وبيدفعكم لنفقات مبالغ فيها أو فراق ممكن تندم عليه وهو وقت غير مناسب لشراء سيارة أو آلة كهربائية أو إلكترونية اتجنبوا المضاربات المالية لأنه هاي بصير فيها بعض المشاكل عليك مراقبة الكبد المرارة والشرين البنكرياس والفخذ هدولا نقاط ضعف هاي الزاوية فعشان هيك اللي عندهم مشاكل في هاي الأمور بدهم يركزوا بشكل كبير ويعملوا فحصات أو يعملوا حمية معينة أو يراقبوا هاي الأمور بتدل على تغيير اقتصادي هيك دوليا بتدل على تغيير اقتصادي مفاجئ فبتتراجع مدخيل المؤسسات المالية وبتحدث اضطرابات في التجارة الخارجية بسبب مشاكل في التصدير والاستيراد أو إلغاء بعض الصفقات ممكن تسن بعض القوانين في خلال فترة هاي اللي بتحد من الحريات الاقتصادية والحريات العامة لبعض الدول ولابد من تعرض البلاد لبعض الحوادث الطبيعية كالعواصف والزلازل وبعض الدول الواقعة خط الزلازل هي العرضة أكثر برضو سقوط طائرات أو خروج مثلا قطار عن سكة حديد خصوصا الاشي اللي اللي علاقة بالتجارة أو حركة نقابية أو اضطرابات ومقاطعات ممكن يتخللها أحداث شغب أو اغتيال أحد رجال الدين أو وفاته بصورة مفاجئة أو مشاكل داخلية في أحزاب اليمين ممكن ينشأ عنها نوع من أنواع الانقسام أما بالنسبة للقمر وخلو المسار فخلو المسار رح يكون يوم الغد اللي هو يوم الاثمين 18-1 بيبدأ خلو المسار الساعة 43 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني 45 دقيقة صباحا بتوقيت الأردن ورح يستمر حتى تمام الساعة 7-7 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش ولا ينتقل بعدها لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال 4 أيام في تمام الساعة 7-39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصبح 5 أيام نسبة الإضاءة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 منتحسي بنسبة 10% القمر زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانس أورانس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة أما بالنسبة نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر بعراض غير اعتيادية بدو يتوجه للفحص وللعلاج خذوا قسط كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوث ما إلها أي أساس وبتميل لتضخين الصعوبات حاول أنك تكون أكثر واقعية وأنك تستعيد ثقتك وحبك للحياة طبعا الشمس بما أنها منتحسة تحتاج لبذل جهد أكبر لتخطي وتجاوز العقبات والخلافات اللي ممكن تقف في طريق نجاحك وتحقق طموحاتك أما بالنسبة للزهرة لأنها سعيدة فالفترة هاي بتعرف فترة من التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للزواج من وسط راقي أو من طبقة متعلمة ومثقفة أما بالنسبة للمريخ فطبعا هنا بتعرف نزاعات مع رفاقك في العمل ومع رئيسك لأسباب مالية وعليك تجنب التبذير أما بالنسبة لعطارد فعطارد هنا بعطيك نوع من أنواع العلاقات والتعارف مع الأصدقاء أو أصدقاء جدد وممكن تطلقى أخبار سر عن أصدقاء بقيمه بدولة بعيدة أو تقوم بالمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقاء أو تكون نشط في مسائل إلها علاقة بالدراسة والامتحانات والسفر برج الثور بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقة الصداقة أو علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة ولكن الأهم بدك تنتبه أن القمر منتحس فهذا ممكن يعرضك لبعض خيبات الأمل بسبب أحد الأصدقاء أما بالنسبة للمريخ فبتكون سيء المزاج ونافذ الصبر ومتلهف مما قد يسبب لك نزاعات مع محيطك عليك تجنب الإفراط أما بالنسبة للشمس فبدك تتجنب الدخول في مشاريع كبيرة لأنه ممكن تعرف بعض الصعوبات في علاقاتك وخصوصاً مع الغرباء الزهرة بيكون سلوكك جيد وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات والسفريات والاتصالات أما بالنسبة لعطارد فبتسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذوي نفوذ برج الجوزاء يوم يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله بتعزز العلاقة مع المسؤولين وبتحظى بالشعبية وبتكون لك كل أعمالك في هاي الفترة سهلة ميسرة ممكن تحقق من خلالها بعض النجاح الشخصي ولكن بدك تنتبه أن القمر بما أنه منتحس فممكن يسبب لك بعض المشاكل على المستوى المهني أو يسبب لك يعني هيك سبب ارتكاب بعض الأخطاء في مكان العمل المريخ بزيد من عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين أما بالنسبة لعطارد فهي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو تعامل مع الغرباء أما بالنسبة للشمس فشريكك أو زوجتك الكريمة بتميل للتبذير أو لتبذير أموالك ممكن تعرف هاي الفترة نوع من أنواع الصعوبات مرتبطة بدين أو إرث كمان هاي بتعمل نوع من أنواع النقص في الحيوية عشان هيك لا تهمل الأمراض أو بعض الأشياء اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ فحاول أنك تراجع طبيبك خصوصا في هاي الفترة أما بالنسبة للزهرة بتستفيد من مكسب عن طريق الزواج أو شراكة أو هبات برج السرطان كونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ممكن تشعروا بقوة العاطفة ممكن يكون لكم نوع من أنواع الأحلام بالسفر والقيام بمشاريع كبيرة طبعا القمر هون بخلي خيالك جامح شوي لأنه منتحس وبيخلق عندك نوع من أنواع المخاوف الغير واقعية أما بالنسبة لعطارد فهون بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية الشمس برضو شوي لأنها صعبة فإطرابات في علاقاتك الزوجية أو مع الشركاء بسبب أنانية الطرف الآخر أو بسبب مسألة الاعتبار الذاتي ممكن تجد صعوبة في إقرار وجهة نظرك أما بالنسبة للزهرة فهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقات مع الشركاء وهذا الوقت برضو مناسب للزواج أو عقد شراكة بتكون منتجة أو تصفية خلافات بشكل ودي أهم شيء أنك تتجنب الدخول في جدال مع الأصدقاء برج الأسد بتنشغلوا في أعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي يا أما من شراكي يا أما من تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والأمور اللي إلها علاقة بالروحانيات والكتب الخيالية لكن بدك تنتبه برضو انتحاسة القمر تعطي نوع من أنواع المخاوف الوهمية أو الوساوس عليك تجنب الإنغلاق على نفسك والاجتماع بأصدقاء جيدين وتسلية نفسك أما بالنسبة للشمس فممكن تعرف وعك صحية تدوم لفترة أو تعاني من ألم أو تعاني من شيء يعني شوي وعده أكم من يوم فبدك تنتبه وتراجع الطبيب وممكن تعرف بعض المتاعب اللي بتيجي إما على عملك أو في أعمالك اليومية أما بالنسبة للزهرة فبتعرف انسجام مع رفقاك في الوسط المهني تتمتع بصحة جيدة بالنسبة للمريخ بتزيد عدوانيتك وإندفاعك أما بالنسبة للعطارد فبتكون علاقاتك مع زوجتك أو مع شركاءك مرضية وبيطبعها العطف والمودة وهذه فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات وبتكون الأمور لصالحك برج العذراء تتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة يوم مناسب لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقتك الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها الانسجام والتوافق ولكن بدك تنتبه من شغلة بسيطة هي انتحاسة القمر فممكن تجد نوع من أنواعها الصعوبة في التواصل في مسائل معينة ما بينك وبين شركاءك أو مع زوجتك فعشان هيك يحاول أنك تضبط أعصابك وما في داعي للحدية وممكن أنك يتميل للعزلة وعدم الاقتراث أما بالنسبة للمريخ فبدك تتجنب التعامل مع الغرباء وكذلك الأمور اللي إلها علاقة بالسفر والتنقلات البعيدة بدك تكون حذر أثناء قيادتك للسيارة أو التنقل وتتفقد أوراقك وأمتعتك خوفا من النسيان أو بعض العركسة في أمور إلها علاقة بالسفر واللي عنده امتحانات بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة لعطارد فتصبح أعمالك الفترة هاي منتعة وبتزيد حيويتك وصحتك وممكن تجيك بعض الفرص الجيدة أما بالنسبة للشمس فتعطي نوع من أنواع التوتر في علاقاتك العاطفية وهذا الإشي بضر بنجاحك الشخصي ويستحسن تجنب المعاملات المالية بالفترة هاي إلا إذا دققت فيها بشكل كبير أما بالنسبة للزهرة فهاي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية مرج الميزان بيتراكم العمل عندكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قسط كافي من الراحة بتجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو الأعمال المنزلية أما بسبب سبب انتحاسة القمر فبتجدوا صعوبة في العمل وبتشعروا بنوع من أنواع الضيق وممكن تحس بأن الحظ ممكن تخلى عنك بالفترة هاي أما بالنسبة للمريخ فبتميل القيام بالمجازفات وهذا الإشي ممكن يعرضت لمشاكل في عملك أما بالنسبة للشمس فالجو أو الأجواء العائلية بسودها نوع من أنواع التوتر وبتكون مرغم على بذل جهود مضاعفة ومستمرة أما بالنسبة لعطارد فهو سعيد فبتعرف لقاءات ممتعة وبكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أما بالنسبة للزهرة فالحياة في المنزل بتكون ممتعة وهي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة إذا كنت بتملك أملاك عقارية برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية وبتشعروا بقوة الحظ عاطفيا وماليا بوسعكم شراء ورقة يا نصيب طبعا لتجربة الحظ ولكن بما أنه منتحس القمر فما بنصح في الأمور يعني هي بتدل على أنه تقدر تجرب حظك ولكن على مستوى ورقة نصيب أنا ما بنصح وبتقوى هاي الفترة فيها علاقاتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجة ولكن بدك تنتبه أنه القمر منتحس فبينتابك شعور بعدم الرضا في بعض الأوقات وممكن تشعر بأنه الآخرين ما بيفهموك بالنسبة للشمس بتبنيل للتبذير وخصوصا تبذير طاقتك أو جهدك بسبب تغيرك الدائم أو لتوجهاتك وأهدافك ممكن يكون عندك نشاط لأكثر من موضوع مع بعض فعشان هيك بصير عندك نوع من ألواع الخربطة أما بالنسبة للزهرة فبتكون مرحا لين العريكة وبتتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب والأخوة أما بالنسبة للعطارد فممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع متعلقة بمنزلك أو منزل جديد أو أمور إلها علاقة بالعقارات أما بالنسبة للمريغ فممكن تعرف بعض النزاعات على المستوى العائلي أو العائلي الداخلي وبرضو أمور إلها علاقة بالمنزل أو شقاقات مع الشريك أو سوء التفاهم حاول أنك تضبط أعصابك برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة ولكن بدك تنتبه من انتحاس القمر لأن الجو العائلي بيكون مع انتحاس القمر في بعض الأوقات مشعون أو فيه نوع من أنواع ردات الفعل السلبية والأجواب تكون لا تطاق وممكن يكون فيه مشاكل عائلية أو مشكلة عائلية تلفت انتباكم أما بالنسبة لعطارد فطبعا هذه فترة مهمة للقيام بأسفار والدراسات والتنقلات والعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية أما بالنسبة للشمس فبيزيد طمعك ورغبتك في نيل الأرباح بالفترة هاي فهذا الإشي ممكن يخسرك أمور وممكن تتعرض لصعوبات مالية أما بالنسبة للزهرة فهاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة أما بالنسبة للمريخ فممكن تتعرض لأمور إلها علاقة بالالتهابات أو الجروح أو الحروق فيما يدين العمل فبدك تكون حذر صحيا وبرضو أثناء التعامل والحركة من بعض الإصابات برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات أهم شأنك تكون أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط الأهم زي ما حكينا أنه القمر لأنه منتحس فممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع محيطك وبتكون متقلباً وما بيرضيك أي إشي وبترغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة بتكون صعبة فما تعتمد بالامتحانات على الحضوض أما بالنسبة للشمس فهي بتضر بمقاومتك الجسدية وبتجعلك خجول ومتردد وقليل الطموح كمان ممكن شوي هيك أن طموحاتك المالية يصيبها بعض الإضطرابات أما بالنسبة للزهرة فبتزيد لطافتك ورقتك وقيمتك الاجتماعي وهذه فترة مناسبة للعلاقات العاطفية أما بالنسبة للعطارد فممكن تسمع خبر سار بخصوص عملك وممكن تحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهذه فترة مناسبة للمعاملات التجارية وبرضو أمور ممكن إلها علاقة بالهدايا أو التواصل مع بعض الأشخاص أما بالنسبة للمريخ فبيغلب على سلوكك العنف وبسوء تعاملك ولياقتك وخصوصا في علاقاتك العاطفية أو مع الأحبة أو الأبناء فبدك تكون حذر مرج الدلو ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي ومع هيك بدك تحذروا من النفقات المتصاعدة ممكن تعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على بعض الأموال والأرباح ولكن برضو بدك تنتبه من القمر اللي ممكن يعمل نوع من أنواع الصعوبات في ميدان العمل وترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور أو النفقات اللي لا طائل منها فبدك تكون حذر الشمس برضو بانتحاستها بتعمل نوع من أنواع الصعوبة في التكيف مع محيطك وحياتك العائلية يستحسن تجنب النزاعات والخلافات بسبب قوة أعدائك أما بالنسبة للعطارد فبتتمكن من إنجاز بعض أعمالك المهمة وبتجد سهولة في متاعبات دراساتك أما بالنسبة للزهرة فبتميل لمساعدة الآخرين والتضحية والإيثار أما بالنسبة للمريخ فممكن يكون في بعض الخلافات العائلية أو سوء التفاهم العائلي أو مشكلة عائلية شوية تلفت انتباهك وممكن تصبح الحياة في المنزل غير محتملة لدرجة أنه ممكن تتهرب وتشغل نفسك في أي شيء آخر مرج الحوت ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنت اليوم أكثر نشاط حيوية من قبل ووسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ابتقضي فترة من الهدوء السكينة والطمأنينة على المستوى النفسي ولكن لا تضخم الأمور وتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما تستحق وفقدانك للثقة بالنفس بجعلك مزاجي ومتقلم أما بالنسبة لعطارد فبتجد حلول للتخلص من بعض المشاكل والصعوبات اللي ممكن إنها تعوق طريقك أو مخططك أما بالنسبة للمريخ فبتزيد عدوانيتك وهذا الإشي ممكن يسبب لك خلافات وسوء تفاهم عليك تجنب التنقلات والأسفار أما بالنسبة للشمس فممكن يكون في بعض الاضطرابات في علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك وتتعرض للمنافسة المهنية وهي فترة غير مناسبة للشراكات أما بالنسبة للزهرة فمشاريعك بتتحقق بمساعدة أصدقائك أو أشخاص دون فود أو بعض النصائح والدعم يعني العلاقات الاجتماعية برضو ممكن إنها تحقق لك بعض الإنجازات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء